بمناسبة انطلاق اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إنه تم توفير جميع الشروط الملائمة لإجرائه في ظروف جيدة وأكد مدير الأكاديمية أنه تم التعبئة كافة الوسائل لضمان حسن سير إجراء هذه الامتحانات خاصة في ظل الظرفية الصحية المرتبطة بانتشار وباء كوفيد-19 الوزراء تجئت لتنظيم الامتحانات على أقطاب بالنسبة لكل فئة فئة ننظم القطب العلمي ثم القطب الأدبي لنضمان أولا إجراء الامتحانات في ظروفين عادية سواء من حيث الاستعداد سواء من حيث التقم الإداري والطربة والمشريف سواء بالمراكز أو بالأكاديمية ومديريات الإقليمية وتجري اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا ما بين الثامن والعاشر من يونيو الجاري بالنسبة لمسالك القطب العلمي والتقني والمهني ويومي الحادي عشر والثاني عشر من نفس الشهر بالنسبة لمسالك قطب الآداب والتعليم الأصيل وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الاختبارات يوم العشرين من يونيو في حين ستجري الدورة الاستدراكية ما بين الخامس والثامن من يوليوز المقبل بالنسبة لكافة المسالك والشعب وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم الحادي عشر من يوليوز المقبل ترجمة نانسي قنقر